نذهب لمتابعة الأوضاع الآن في غزة مع الصحفي خضر الزعنون خضر أهلا بك من جديد ما هي آخر المسجدات أهلا بك لارا وبكل المشاهدين يعني لازلنا نستمع إلى الطلقات النارية الناجمة عن الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي وأيضا يترافق ذلك مع غارات من الطائرات الإسرائيلية وأيضا قصف مدفع في المنطقة الغربية من مدينة غزة وتحديدا في منطقة تل الهوى إلى الجنوب الغرب من مدينة غزة وأيضا منطقة الشيخ عجلين وأيضا حي الرمال الجنوبي والعلى آخر الغارات هي لازالت ألسنة اللهب وأيضا الدخان تتصاعد من هذا المكان الذي كان تعرض قبل دقائق من الآن هذا في محيط مستشفى الشفاء الذي نقف الآن أمامه وحيث تتصاعد ألسنة الدخان من هذا المكان والذي يعني يترافق مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية التي تجوب أجواء مدينة غزة تحديدا وخاصة المنطقة الغربية من المدينة حيث أن مدينة غزة كانت تعرضت قبل تقريبا أقل من ساعة من الآن عدة منازل لاستهدافات من الطائرات الإسرائيلية وكان بشكل مركز في منطقة تل الهوى وأيضا حي الصبرة وسط المدينة وأيضا حي الزيتون إلى الجنوب الشرق من المدينة هذه الغارات لارا أوقعت ضحايا في صفوف الفلسطينيين وأيضا إصابات كان غالبيتهم من الأطفال وأيضا النساء وأيضا كبار السن والذين تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء ولازالت هناك أعداد من المفقودين تحت الرقم المنطقة المستهدفة الآن خضر تقول أنها بمحيط مجمع الشفاء ولكن نسأل هل هي مبنى سكني أو ما الذي سهدف تحديدا إذا كان في معطيات يعني على الأرجح هي منشأة على ما يبدو أنها منشأة بصراحة لم تتضح حتى هذا المحظة صورة هذا الاستهداف الأخير الذي تتصاعد منه الآن ألسنة الدخان لحينما تتضح هذه الأمور سنوفيكم إن شاء الله ولكن هذا القصف الإسرائيلي الصاروخي ولعلك تستمع إلى الاشتباكات والطلقات النارية التي تظهر في هذه اللحظات أيضا هذا يترافق مع قصف من الزوارق البحرية الإسرائيلية وأيضا من المدفعية الإسرائيلية حيث يعني وفدنا قبل قليل بتقدم الأليات العسكرية الإسرائيلية من منطقة تل الهوى وتحديدا على طريق هارون الرشيد باتجاه منطقة دوار أبو مازل ومنه إلى دوار المالية وتتمركز حاليا الآليات والدبابات الإسرائيلية في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حيوية ومهمة جدا في مدينة غزة وخاصة المنطقة الجنوبية الغربية ويعتبر هذا الطريق هو انتداد لمستشفى القدس مع مستشفى أيضا الشفاء وهو أيضا يربط المحطة الرئيسية للإسعاف إضافة إلى الطرق الأخرى حيث هذا الدوار هو مشهور هنا عندنا في المنطقة الغربية من مدينة غزة طيب يعني خضر نرى أعداد الناس النازحين الموجودين أمام المستشفى الآن في هذه الصورة ماذا عن الحالة النفسية؟ يعني نتحدث عن قصف قريب جدا ونتحدث عن سماع لصوت الاشتباكات قريبة كيف يتعطون مع هذا الموضوع؟ بالفعل بالفعل لارة يعني ينتهب المواطنون هنا وخاصة الأطفال والنساء يعني شعور بالخوف وأيضا القلق نتيجة سماعهم بشكل واضح لالطلقات النارية والاشتباكات الدائرة بين المقاومين الفلسطينيين وأيضا بين الجيش مع الجيش الإسرائيلي وذلك في محيط يعني ممكن أقول لك في محيط مستشفى الشفاء والذي لا يبعد هذا التغوى التوغل الإسرائيلي نحو كيلو متر أو أكثر بقليل إذا ما قررنا ذلك القوات المتواجدة حاليا في منطقة دوار المالية أو منطقة مربع أنصار المواطنون بصراحة خاصة من النازحين وهم بعشرات الآلاف موجودون حاليا في مستشفى الشفاء وينتابهم هذا النوع من الخوف والقلق وأيضا نتيجة الغارات الإسرائيلية أيضا التي هي في محيط المستشفى إضافة أيضا إلى القصف المدفعي الذي يترافق ويترافق مع القصف الصاروخي ويكون بين الفينة الأخرى حيث في ساعات صباح هذا اليوم أو في ساعات الصباح المبكر لارا كانت إحدى القذائف والشظايا الصاروخية من المدفعية الإسرائيلية أصابت صاحة هذا المستشفى وتحديدا بالقرب من الدرج الذي عليه أو يعتبر منصة للكاميرات التي تنقل الأحداث هنا أمام مستشفى الشفاء خضر كنا نتابع معك منذ الصباح عمليات القصف حتى على مناطق أخرى استهداف منازل للمدنيين إلى جانب كذلك أنحاء أخرى وليس فقط حين نتحدث عن المنطقة الغربية لمدينة غزة نجملها كذلك معك نعم بالفعل الغارات الإسرائيلية بصراحة لا تتوقف على مختلف مناطق غزة لارا من رفح جنوب حتى بيت حانون شمالا ولو بأكثر تركيز هو بصراحة في المناطق الغربية من مدينة غزة كحي تل الهوى وأيضا منطقة الشيخ عجلين والرمال الجنوب وأيضا المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة إضافة إلى حي الصبرة وسط المدينة وأيضا منطقة الزيتون إلى الجنوب الشرق من المدينة إضافة إلى أيضا هناك استهدافات لعدة منازل في المنطقة الشمالية من قطع غزة وتحديدا في بلدة بيت لهيا وأكثر تركيزا في المنطقة الغربية الشمالية من بلدة بيت لهيا وأيضا في مخيم جباليا وبلدة جباليا إلى الشمال من القطاع إضافة إلى أيضا استهداف عدد من المنازل في بلدة بيت حنون التي تقع أقصى شمال قطاع غزة والتي تشهد عملية توغل للآليات الإسرائيلية في تلك المنطقة والتي تواجه هذه القوات الإسرائيلية معارك عنيفة من قبل المسلحين الفلسطينيين خاصة من عناصر ورجال كتائب القسام وأيضا سرايا القدس وباقي الفصائل المسلحة أيضا في المنطقة الوسطى لارا هناك أيضا وقعت عدة استهدافات وطالت عددا من منازل المواطنين وأدت إلى سقوط ضحايا وخاصة في مدينة دير البلح وأيضا مخيم المغازي والبريج والنصيرات والتي نقلت بغالبية هذه الضحيات وأيضا المصابين نقلوا إلى مستشفى شهد الأقصى في مدينة دير البلح أضف إلى ذلك لارا أنه في المنطقة الجنوبية وتحديدا في رفح وخانيونس تم استهداف أكثر من منزل ووقع عدد أيضا من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين شكرا جزيلا لك أخو لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات